في مفهوم مخطئ عند الناس ان البنت او الولد اللي بلغ يتجوزه بس الكلام ده كممكن يكون مناسب في عصر من رسول الفاتد ان ما كانش الحياة فيها كل هذا التطور وكل هذه الادوار اللي بيقوم بها الانسان الحياة كانت سهلة بسيطة لكن الحياة الان مزيئة بالتفاصيل وعشان كده سيظل يرن في اذني قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم البقى تفلي تتزوب يعني الانسان لازم يكون مستعد فالمجتمع اصبح مش بسيط وما ينفعش يتجوزه ويوصله الرشد بعد الجواز ده فيه اسرة تتبني ولزيك المشكلة الاساسية انها تبقى عندنا اسر مبتصرة عارف اسر مبتصرة يعني ايه مفروض الاسرة دي تدخل حضانة لانها اسرة طفل في حاجة اسمها مصطلح لازم الانساميه الاسرة طفل دي مفروض ما كانها الحضانة تتحط في حضانة عشان تستلد عفيتها وصحتها وعشان كده بيحصل فيوقات كتيرة جدا جدا صدمات عارفينها اهل الطب النفسي صدمة البنت قصيرة ما تتجوز وتفاجأ ان هي تحولت الى امرأة كاملة وهي لا تعرف فيحصل لها صدمة ضخمة بنات بتنهار بنات بتحس بان هي ما تسويش حاجة كم من المتاعب النفسية بتحصل للبنات وخاصة ماء لما يجي لها ولد فتبص الولد كده وتحس ايه ده هو انا عامل في ده ايه بقى اقول انا مسؤول عن بنا ادم فتحس بصدمة ضخمة جدا 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 الحالات اللي عادت معاها حالات في الحقيقة تدمي وسلام بقى بعد كده لما تيجي تحس ان ايه ده حياتها تسرقت منها وعشان كده الباقة اللي احنا بتكلم عنها في الجواز مش مقصود بيها القدرة على النكاح بس ولا مقصود بيها الباقة الجسدية او المالية بس لكن كمان الباقة النفسية والباقة الاجتماعية فكل دولا مطلوبين عند الجواز ان هم يقوموا بالبيت ولذلك لين اللي بيخليني بقول ان مطلوب منهم الباقة النفسية والاجتماعية لاني ولهن مثل الذي علينا بالمعروف كلكم راعن وكلكم مسؤول عن راعيات ماينفعش تاخد حديث واحد وتطير بيه لازم تفهم كل الأدلة من الحديث والآيات وتفهم بيها نموذج الزواج كله ودي منظومة بنسميها منظومة التأهل التأهل الزواجي احنا بقى عندنا مسترح اسمه التأهيل الزواجي عشان الناس ما تروحش تعبس بالزواج الأدرال اللي بتحصل من زواج القصرات لا حصرة لها ولا عد فلو ما كانش الجواز ده في مواد ده ورحمة مش هتبقى الخلافات مش هتلاحق على الخلافات ويصبح الزوجين مش قادرين ان هم يعيشوا مع بعض وتتعدد العفة وتتهدد منظومة القيم وتهدد موادة ورحمة ويتهدد كمان الصحة فده جواز مش صحي أنا مش جاي بس اتكلم عن حكم الفقه بان احنا خلاص الفاتوى على ان جواز القصرات حرام احنا جاي ايه الكلام دلوقتي على ازاي الناس تبقى وعية ايه اللي بيحصل فمرحلة المراقل المفروض البنت بتكون لسه بتمر بيها بتكون مرحلة فوران ومحاولات للتعرف على الذات فبيكون الولد والبنت بيبحثوا عن هويتهم ولسه مش عارفين نفسهم وهم عاوزين ايه فساعات بيختلط عليهم الامر فلو يتجوزوا في مرحلة اللخبطة دي فمش هيكون اختيارهم سليم وزالجي هنجد ان فيه حاجات بتشير ان الناس اللي اقل من سنه معين ما تخونش ما تشاهدش ده لان سنهم غير مناسب وعشان كده احنا لازم نعرف ان اقل من سن 18 ده ده انسان ما زال في مرحلة النطج لا يستطيع ان هو يتحمل مسؤولية اسرة لكن تيجي بقى الطيارات المتشددة وتقول بقى مدامة الفتاة بتطيق الجماعة ايه بقى خلاص نجوزها احنا عندنا ان هي تطيق الزواج تطيق العيش مش بس كده وعشان كده الكلام اللي قاله التدين الكمي كان ليه اثار وخيمة عندما يحول الانسان يحول المرأة بكرامتها وبهذا المعنى الرائع اللي وضعها والمكان الرائع اللي وضعها حضرت النبي فيها فيحولوها الى كتلة وتتوزن وتتحول الى قطعة لح وما يتعاملوش معها كانسان مكرم مش على انها اما لله سبحانه وتعالى او حتى يتعاملوا مع الولد على انه عبد لله سبحانه وتعالى بين الله علاقة مميزة طب هم ليه بيقولوا الكلام ده لان تصورهم عن الحياة في مشاكل اول حاجة في تصورهم عن الحياة ان اصحاب التدين الكمي عايزين يعيشوا للأسف هم بتوهموا ان هم كده بيعيشوا عصر النبي وده كذب حضرت النبي لما طلبناش ان احنا نعيش حاد وعلى فكرة فيه تعدي على القدر وعلى الامان بالقدر لما حد يبقى عايش يعيش يكون هو في عصر وبيعيش عصر تاني لان اللي قدر ان انت تكون هنا وجعلك تقوم باعمال هنا وراضي لك ان تحيي هنا والله فتجاوزك ده واسرارك على انك انت مش تعمل بمراد رسول الله ان انت تحيي حياة رسول الله مش تعيش عصر رسول الله ده نوع من انواع عدم التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدري امر التاني خطر التاني انه عايز يحاول المرأة الى ما يسمى بمفهوم المرأة الجائزة اللي هيحصل عليها الرجل لما يصبح مقاتل ولا لما يصبح ملتزم بقاوم الحياة كلها فياخد بنت صغيرة وتبقى جايزته وهي لسه ما نضجتش بس هو يحس ان هو هيشكلها بايده وتتحول الى بنا ادم من غير حقوق هو يستطيع ان هو يوصل الله المفاهيم اللي هو عايزه بس هو يحصل على الجائزة الجنسية فلما تتحول لجائزة بتتحول لمفهوم الامة اشتركوا في القناة